بما أن العالم كله خلص والبطولات كلها خلصت فالناس ما بتتكلمش النهاردة غير عن الميركات والضربة الأولى ضربة الكبرى زي ما بيسموها هي ضربة كيليان إمبابي المسلسل اللي استمر على مدار مواسم ومواسم ما بين الميرينجي ما بين ريال مادريد وما بين بي أش جي إمبابي راحل إمبابي باقي إمبابي راحل إمبابي باقي النهاردة راحل إمبابي بشكل نهائي وتم الإعلان عن انضمامه للملكي ريال مدريد دان ديل زي ما حضراتكم شايفين كليا نبابي لخمس مواسم قادمة في ريال مدريد طبعا قيمة الصفقة حسب القيمة السوقية يعني منكلم في 180 مليون يورو نبابي بالتأكيد هيكون اضافة قوية جدا لخط هجوم تقدر تقول عليه ناري يعني كليا نبابي الحقيقة بتكلم انه واحد من افضل المهاجمين في العالم في الفترة الحالية اهم مهاجم على مستوى فرنسا في السنوات الاخيرة الوريس الشارعي لتيري عونري وكريب بنزيمة وبالتالي الحقيقة تمسك ريال مدريد بي وتمسكه هو شخصيا بتحقي حلمه وانتقاله او اللعبة لريال مدريد تحقق بالفعل زي ما حضراتكم شايفين طبعا يعني اغلب صحف الرياضة العالمية وخصوصا طبعا الاسبانية منها ركزت بشكل كبير جدا على انتقال كيلين مبابي للريال وخليني ابدأ مع حضراتكم بصحيفة اس الاسبانية اللي قالت انه طبعا صورة كيلين مبابي اللي منورة الغلاف الرئيسي لأس الاسبانية مبابي اخيرا ريال مدريد يعلن رسميا التوقيع لمدة خمس مواسم من اس نروح لصحيفة الماركة الاسبانية ايضا ما حلمت به مبابي الى ريال مدريد حتى عام 2029 الموندو دي بورتيفو الاسبانية او الكتالونية طبعا على وجه التحديد وانتو عارفين طبعا الصراع الدائم بين كتالونيا ومدريد او بين البارسة ومدريد بما انه بارسة هو الممثل الحقيقي لاقليم كتالونيا والخلفيات السياسية لسه كنت بتابع الحقيقة دوكيمنتري كده ووثائقي يعني عن انتقال كواليس انتقال فيجو لويس فيجو واحد من اهم لعيبة دوري الاسباني وكان قصورة من اساطير البارسة وانتقل لريال مدريد في مشهد لن ينسى عشاء الريال او عشاء البرسة لكن اعتقد انه الصفقة دي من حيث البومنج طبعا بشكل كبير جدا اعتقد هتكون ليها صادة كبير جدا على مستوى الاسبانية طبعا نتكلم على طبعا سبورت الاسبانية برضو الحقيقة كلمت على صفقة الانتقال وقالت انه مدريد تعود او تعود الى طريق الجالاكتيكوس في اشارة طبعا الى ادارة ريال مدريد اللي كلمت على فكرة عادة بنها فكرة الجالاكتيكوس فيجو رونالدو زيدان روبيرتو كارلوس وهلوم مجارة كان كتيبة نجوم الحقيقة يمكن تاريخية وصعب جدا نهت الكرة المرة الثانية لكن اعتقد مع وجود مبابي ومع صفقات مرشحة الانضمام في الريال موسم القادم نسخة الريال القادمة قد تكون اقرب الى الجالاكتيكوس لكيب الفرنسية نشرت صورة لكيلي يعني مبابيو هو صغير وهو لابس الكت بتاعت او الجاكت يعني الطب بتاع ريال مدريد وده بيأكد على انه هدفه الاول منذ الصغر طبعا كان الانضمام للريال كتير توقعوا انه يعني مع وجود فينيسيس جونيور ومع وجود رودريجو ومع وجود جود بيلينجهام انه قد يتم الاستغناء عن احد الاسماء الثلاثة وكان الابرز المرشح طبعا صعب جود بيلينجهام جدا لانه تقلق بشكل كبير وكان نجم الليجة السنة دي وكان السبب الرئيسي في تتويج الريال بالليجة وصعب جدا فينيسيس جونيور لانه فينيسيس جونيور ان لم يكن هو افضل جنيح على مستوى العالم في وجهة نظري رغم انه هو لعيب مستفز دايفر بيمثل كتير جدا لكنه لعيب فيه منتهى الخطورة ولعيب قادر دايما كوالتي اللعيبها اللي تصنع الفرق في اي لحظة يعني تراهن عليه واحد من نجاح الريال السنة دي فيه التتويج بالشامبيونز ليج لكن كان رودريجو المرشح اكتر انه يرحل عن الريال لكن يبدو انه مركز كيليا نمبابير في الريال هيكون المهاجم الصريح اللي يمكن مقدرش حد ان يملى الفرق دا او يعوضه منذ رحيل كريم بن زيمة وبالمناسبة هل هي اقولك انه كيليا نمبابي هو اللاعب رقم 22 اللي بيمثل من فرنسا بيمثل ريال مدريد احنا منتكلم السنة دي طبعا على وجود ثلاث لعابين مهمين جدا هما تشواميني وادواردو كامافينجا وكيليا نمبابي سولاسي فرنسي طبعا من حيث المنافسة اعتقد انه لو مبابي بيفكر انه ينافس جوه الريال يبقى هينفس كريم بن زيمة لانه بن زيمة حقق ارقام تاريخية وصعب جدا جدا كسرها مع الريال وبالتالي اعتقد انه واحد من التحديات هل هتقابل كيليا نمبابي خط هجوم ناري اصبح اكثر نارية ولكن على حساب ده هيعاني الريال شوية فيه خط النص لانه مع رحيل تاني كروس مع ابتعاد مودرش بمناسبة هي جدد سيزن كمان لكن ما اعتقدش انه هيكون لي دور اساسي مع الفريق ممكن ياخد جزء من المطشط الصعبة ممكن يعني يحتاجه انشالاتي في قط اللبس لكن في النهاية صعب جدا يبقى لي دور اساسي فبالتالي السولاسي لهيران عليه انشالاتي في نص الملعب غالبا يعني هيكون فالفيردي ومعاه كامافينجا او تشواميني وقدامهم يكون جود بيلنجهام ده شكل ترتيبة الفريق في الموسم اللي جاي بالحقيقة تشكيلة مرعبة جدا قبل ما اروح لفاصل وادخل في تفاصيل حلقة عايز اقولكم انه فيه اخبار كتيرة جدا اتناشرت على او اتكلمت على انتقال محمد عبد المنعم واحترافه في الخارج وخليني اقولك وتحديدا لموناكو يعني اغلب الناس اللي اتكلمت فيه سوشال ميديا على انه محمد عبد المنعم ده اخر سيزن ليه مع النادي الاهلي قالت انه عبد المنعم في طريقه للانتقال الى موناكو هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحة انا بس حبيتها تعالفين طبعا احنا هنا في قناة النادي الاهلي ما تاخدش مننا الا الناهية زي ما بيقولوا الخبر الاكيد سواء فيه انتقال لاعب للنادي الاهلي او رحيل لاعب من النادي الاهلي ما بيتمش الاعلان عنه على شاشة النادي الاهلي الا ان ما يكون تأكد بنسبة 100% مش 99.9% فخاني اقول لحضراتكم انه هذا الخبر ليس له اي اساس من الصحة ويمكن اليومين اللي جايين بس نعدي المطشين المهمين بتوع منتخب مصر ونفتح لكم ملف المركاتو بكل تفاصيله سواء برا او سواء جوه اهم اللاعبين اللي عليهم العين الاندية الكبيرة النهاردة بتطارد مين مين ممكن يكون في قايمة اهتمامات النادي الاهلي في الفترة الجاية واحنا النهاردة بنتكلم على ان كولر محتاجة طبعا تدعيمات مهمة جدا لمسم هيكون استثنائي جدا جدا للنادي الاهلي في المسم القادم هنتابع النهاردة طبعا